إذن يكون الخوف من الشرك بدراسة التوحيد بدراسة الشرك بالدعاء نعم وبالبراءة من الشرك وأهلي تبرأ من الشرك وأهلي تبرأ بالقلب وباللسان وبالجوارح بالاعتقاد تبرأ بالاعتقاد بأن تعتقد أن كل ما علي الكفار كفر وظلال باللسان تصرح بلسانك تقول إنني براء مما تعبدون تبرأ منهم ومما يعبدون نعم الثالث لا تخالط ولا تشارك الكفار في عيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في الشركيات في البدع نعم إذن الخوف لابد للموحد أن يخاف من الشرك وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم الثبات على ديني لأن السائر إلى الله لابد أن يجمع في سير إلى الله بين الخوف والرجع وأجعلهما كجناحي الطائر والسبب يجد أن البائي أن اليكيكو الله تبارك وتعالى لازيما آوي نساوة عن ديني منهم بغمين أباوى فانزا هناك الخوف نا أباوى فانزا هناك أباوى فانزا هناك الرجاع ونأنت رجي الله ترجيك ربزاك ناونا وقفا تبيني الله تبارك وتعالى